قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معاينا الموسم بالكامل طبعا في الحلقات اللي فاتت عرفنا ان اندي بيكون لسه عايش ودفن مع ليكسي بيشوفوا الدومية تشاكي الأخيرة واللي بتكون القائد بتاعهم وبنرجع تاني فلاش باك مع بعض وقت لما العربية وقعت من فوق الجبل باندي وبنشوف ان فيه اكتر من دومية تشاكي بيسحابوا اندي على الغابة وبعد الشلاوية العربية بتنفجر والاسف اعداد كبيرة جدا من تشاكي بتكون ماتت لحد لما القائد بياخد اندي على الكوخ وبيفضل يعزب فيه وبنعرف ان الاسف الدكتورة النفسية بتكون مع تشاكي عشان تقتل جيك مع ليكسي ودفن لكنها بيعرفها ان تشاكي القوج هيعمل كل ده لحد لما بترجع تاني الدكتورة مع تشاكي على المدرسة ودفن مع ليكسي بيدخله على هناك عشان يفكه اندي واللي بتكون رجله متعورة في الاول بيكون فاكر انها من عصابة تشاكي لحد لما دفن بيفكره بنفسه وبيطلب ان هو يروح على المدرسة بسرعة عشان يلحق تشاكي وفي الوقت ده بتشوف ان تشاكي العضلات بيكون مع الراهيبة روز واللي بتعرفه ان هي ممكن تعمل اي حاجة عشان تفضل معاه وبعد شوية بتكون الدكتورة وصلت على المدرسة مع تشاكي القائد واللي بتشوف تشاكي الشرير مع العضلات وبيكون عاوز يقتلهم بعدها الاب برايس بيعرف ان دفن مع ليكسي بيكونوا برا المدرسة وبيعرفوا ان كل الطلاب هيتعاقبوا بسبب كده والكل بيرجع تاني على القضة بتاعتهم وهنا جيك مع نديم بيعرفوا ان دفن بيكون خرج برا المدرسة ومرجعش لحد دلوقتي والاب برايس بيكون متعصب جدا وقبل ما يروح جيك على القضة بتاعته بيوصل عليه سحب تريفر عشان يعرفوا مكانه لكن بتوصل الدكتورة في الوقت المناسب عشان تلحقه وبعدها الاب برايس بيحاول يعرف من الدكتورة سبب وجود الدمية لحد دلوقتي فبتعرفوا ان هي تخلص منها في قارة بقت ممكن وهنا برايس بيبدأ انه يقفل كل الاباب على الطلاب والمدرسة بتكون متدقة من العقاب وبتعرف ان ده الحل مش عشان يعمله حاجة في الوقت ده برايس بيشوف ليكسي مع ديفن معاهم اندي داخلين على الكنيسة واللي بيعرفوا ان هما كانوا وقفين قدام الباب وحاولوا ان هما يساعدوا رجل فقير هنا برايس بيكون خايف انه هو يدخله على الكنيسة لانه ما يعرفش هو مين بالذات وبتعرفوا من مدرسة ان هما لازم يعطفوا عليه بترجع تاني الدكتورة على ديفن وليكسي وبتعرفوا من ان هي تبعى تشاكي واللي هيقتلهم مع بعض في اقرب وقت وفي الاخر بتسيبهم عشان تمشي بنروح تاني مع جليندا اللي بتصحى من النوم على كابوس كل يوم وبتيجي رسالها من اختها عشان تشوف الدمية بتاعتها مع تيفاني وبعدها بتروح تعود مع كايل اللي بتكون لسه عايشة ونيكا اللي بيحاولوا ان هما يعرفوا منها مكان اندي فبتقرر كايل ان هي تستدع روح تشاكي وتهدده بالسلاح بيقدر ان هو يضرب كايل عشان يبعد المسدس عنها وبيطلب من جليندا ان هي تخلص عليها لكن لا لاسف مش بتقدر ان هي تعمل كده وهينا في الاخبار بيشوفوا ان البيت بتاع تيفاني بيكون يتحرق ومج جهتها بتكون للأسف ماتت وطبعا ما يعرفوش القصة اللي حصلت بعد شوية بنرجع تاني مع ديفن وجيك في القوضة وبيعرفوا ان هما لازم يخلصوا على تشاكي قبل ما يقتلهم وده بمساعدة تشاكي الطيب وبينشوف ان مهارة القاتل عنده بتكون عالية جدا وانه هو ممكن يساعدهم في ان هما يخلصوا على تشاكي الشرير وده اللي هنشوفه بعد شوية في الوقت ده المدرسة بتحاول ان هي تعالك اندي فرجله وبيقدر ان هو ياخد منها مقص من غير ما تاخد بالها واللي هيقتل بيت شاكي وبعدها بتروح الرهيبة روز على الاب برايس عشان تعرفوا ان تشاكي بيكون امن الموت وطبعا مش بيصدق حاجة وبيطلب ان هي تخرج من المكتب دلوقتي وبالليلة تشاكي العضلات بيكون قابل القائد واللي اتنين بيكونوا عاوزين يخلصوا على بعض بسبب اختلافهم لحد لما القائد بيقول كم تعويزها وبيقدر بكل سولة ان هو يخلص على تشاكي العضلات وبيموت قدامه واللي بنعرف ان هو تسمي بسبب الاكل بتاع الرهيبة وده اللي كان بيأكل الصبح وبنرجع تاني في القوضة مع جيكو وصحابه وهم بيتقفوا ويأملوا ايه مع القائد ونديم بتبدأ ان هي تجامع الاسلحة عشان تخلص عليه وكلهم بيجهزوا نفسهم عشان يواجه تشاكي اللي بيدخل عليهم القوضة وقبل ما يحصل اي حاجة بيكون اندي يوصل في الوقت المناسب بيقدر ان هو يخلص على تشاكي بالمقص اللي كان معاه والرهيبة بتكون زعلان على موت تشاكي العضلات والدكتورة بتشوف كل حاجة من بعيد فبتكلم قيل عشان تعرفوا مكان المدرسة وهنعرف اللي هيحصل في الحلقات الجاية ولا توقع انها هتكون اخر حلقة طبعا اندي بيكون عاوز يخلص على تشاكي الطيب ومش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل لحد لما بتدخل عليهم الدكتورة في الوقت المناسب وبتقدر منها تاخد منهم التومية تشاكي الطيبة وده عشان تعرفوا ان هو لازم يخلص على جيكو وصحابه وبتشوف الاب برايس مع المدرسة طبعا تشاكي بيفضل يتكلم معهم وبيطلب المساعدة وبيحاول ياخد منها المسدس لحد لما بتطلع طلقة غلط في المدرسة واندي بيحاول ان هو يهجم عليها في الاخر بيقعوا معهم الاتنين من على السلم وبيحصل الهجوم ما بينهم وده عشان تخلص عليه لحد لما بتربوا بالسلاح عشان يغمى عليه وتشاكي الطيب بيهرب على طول في الاخر بتروح نادين وراه عشان تلحقه وبيتقفل عليهم الباب والدكتورة بتروحها لابرايس عشان تخلص عليه ونعرف اللي حصل معها كمان الحلقات اللي جاية والندي بيتحاول ان هي تتكلم مع اشاكي عشان تعرفوا ان هو مش قاتل وبتحد لما بتقرب عليه وبنعرف ان هو بيخلص عليها وبيزقها من اعلى دور وفي الاخر بنعرف ان ندي بتكون للأسف ماتت وليكسي بتكون زعلانة جدا عليها وبتخلص الحلقة لحد هنا فمن تشلع عجبك المسلسل تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وكمان عاوز اعرف لأيكم في الحلقات لحد دلوقتي لان بصراحة مش مقتنع بالمسم التاني ولو حابين اننا نكمل المسلسل عرفونا تحت في التعليقات لحد لما تنزل الحلقة الجديدة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رعبة واكشن اكتبونا تحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة سلام